السلام عليكم ورحمة الله يا أخوان معكم أحمد اليوم سأشرح ميزات من ميزات منصة Exynos المهمة لكثير من الناس الذين لا يحبون يتداولون على المتادر 4 أو المتادر 5 يحسوا صعب عليهم خصوصاً للمبتدئين سأشرح اليوم وسأشرح عن منصة Exynos بشكل تفصيلي الموجودة على الديسكتوب والذي موجودة على نسخة أيضاً على الموبايل لحكي عننا طبعاً شرط أن تعمل الحساب على MetaTrader 5 لما تعمل الحساب مثل ما شرحت سابقاً حتى تقدر تداول منهم تعطيه تداول هم يعطيك منصة Exynos تداول في متسطحك مباشرة وتحت يعطيك تحميل وتثبيت منصة MetaTrader 5 فأنا سأختار منصة Exynos طبعاً عابد حساب ديمو اليوم مسكر السوق فلح نعرض على العملات المشفرة وخلينا نحكي الـ Cryptocurrency هم يا أخوان هلو كان حساب حقيقي تبدع منهم بأي أن كان أنا عم يعطيني هون رصيد الحساب والسيولة النقدية الهامش الحر المارجن يعطيني هاي الأمور هون إدارة الحسابات زي تغير الحساب طبعاً هي نفسها موجودة في مساحة شخصية في تنتقل مباشر لهاي المنطقة طبعاً بهاي المنطقة يا أخوان لو كانتك موجودة عندك بهذا الشكل عندك هون مفتوحة الأوامر المفتوحة حاليا الـ Position المفتوحة هون الأوامر معلقة وهون بتكون المغلقة دعنا نحكي مثلاً نأتي إلى الـ Bitcoin مثلاً نحل الـ Bitcoin أيًا كان أنا شايف مثلاً ممكن أن الـ Bitcoin يصير فيه صعود مثلاً Scalping أنا أعتبر شراء أو بيع هون فوري هلا عم يعطيني هون سبريد تمام بقيمته في الدولار وهون عم يعطيني أدي صفقات مفتوحة باي و أدي صفقات مفتوحة سيل كمان هون مبين معي السبريد طبعاً من هون عندي التداول بنقرة واحدة فيني مثل الـ MetaTrader بالضبط فيني أعطي بيع شراء بشكل فوري فيني أعطي هون أمر الحد بعطي السعر مثلاً هلا السعر 25.897 مثلاً أعطي 25.850 25.850 أعطيني Buy Limit يمكنني أحدد هون أنا من هون بحدد اللوت مثلاً أحدد لوت 0.1 مثلاً Buy Limit صار عندي أمر معلق موجود هون هاي الأمر المعلق طبعاً من هذا الخيار الخيار الألم أنا فيني أحدد January الربح Take Profit وفيني أضع وقف الخسارة وفيني هون إغلاق تلقائي حسب سعر الأصل إذا أريد أن أضع السعر أو بيب كم بيب تريد ربح أو تحمل خسارة بالأموال وهي نسبة كثير كثير شغلة مهمة أنه أنا مثلاً بدي أخسار 10 دولار فقط مثلاً أو بدي أخسار 50 أي أن كان البدية أو بالنسبة المئوية فيك أنت تحدد النسبة المئوية اللي فيك تختارها طبعاً الغالب بيختار حسب سعر الأصل طبعاً كمان جاني الربح من هاي الطريقة فيني أحدده مثلاً أنا بدي 10 مثلاً أي أن كان حسب سعر الأصل خلينا نحكي بالأموال مثلاً أنا بدي 50 مثلاً تعديل الأمر بعطيه خلاص تسبت عندي تيك بروفيد وأعطاني إياه هون تمام يا إخوان مثلاً لما حطيت الأمر هون مجرد أنه أضغط هون يعطيني عدد البيب تمام يعني مثلاً يعطيني البيب هون نينو ستين حالياً السبريد تمام اللي هو ستة بالنسبة للعملات المشفرة بيكون عالي فيها وهلا مسكر السوء تمام لأنه تحسب أقل من العملات هي قيمة البيب نينو ستين بيب قيمة البيب صفر بوينت صفر واحد دولار تمام يعني لصفر بوينت واحد بيكون السبريد هو ستة دولار للأمر من هون فيني أعمل أمر الحد من هون كمان فيني أدخل خلينا نشوف كيف السوء ماشي بهذا الشكل طبعاً واضح السور أنه بدي يصير فيه نزول خلينا نحكي مثلاً من هاي المنطقة أو من هاي المنطقة خمس أعطي أمر بيع فوري مثلاً في هاي المنطقة عندي أمر بيع فوري صار عندي هون مفتوح مثلاً خلينا نعتبر إن أغلقنا منلاقي هون الأوامر المغلقة سواء بيع أو شراء طبعاً من هاي المنطقة أنا فيني أحدد المفضلة هاي أهم المحركات العملات الرئيسية مثلاً بالفوريكس هاي العملات الرئيسية السبعة الرئيسية فينا حدد المعادن النفط آآ عفواً الدهب الفضة أي أن كان المؤشرات الانديكسات هون كلها كمان موجود آآ في عنا الأسهم كمان تيسلا أبل أي أن كان نيفيديا كله موجود كمان الطاقة أزواج متميزة يعني أي شيء بدأ تضيفه المفضلة هو أنت بتختارها طبعاً هون بالبحث كمان فيني اختار أي زوج بدية مثلاً موجود الدهب مثلاً خلي اختار الفضة اكس اي جي يو اس دي تمام مثلاً بعد الشكل بيختاره وبيعطيني تحليلهم مجرد ما اخترته مثلاً بيعطيني الماكد مؤشر انحراف الاتجاه هو تحت خط إشارته هو سلبي تمام بيعطيني المناطق المقاومة والدعوم هاي شغلات ممتازة جداً بيعطيني مؤشر القوة النسبية الار اس آي خلال اليوم قصير الأجل ومتوسط الأجل بيعطيك يا تمام هون إذا بدي افتح أمر فوراً حسناً السوق مغلق وهون إذا بدي اختاره لأفتحه بهذه النافذة تمام فيني سكر هاي النافذة بهذا الشكل فيني مشان التوجيه السريع اضغط من هون واختار الزوج اللي بدي او اكتبه مثلاً ونفترض نازدات مثلاً اللي حكينا عنه قبل شوي ان يو اس تي اي سي مثلاً نضيفه بهذا الشكل طبعاً كمان إذا بدي اعدادات او غير الالوان إذا ممريح للكم يضغط على الاعدادات بعدين جزء الرئيسي مثلاً أخضر أحمر بشكل يستعملوه الغالبية يعني ايا كان انت شو بدك تستعمل الالوان فيك تحطها هاي احمر كمان هاي صار تشارت ماشي معنى نظامي خط الحالة انت بدك تختاره حجم التداول ايا كان المقاييس اسم الرمز فيك تختار اسم الرمز يظهر لك به هاي المنطقة أعلى وأدنى السعر وصل له السعر في اليوم لعدة تنازل لغلاق الشمعة كمان في كتير مهم الناس عنده باختاره المظهر هون كمان بدك مثلاً أنا بالنسبة للي بفضل خلفية مثلاً سودة بالكامل اضع خطوط الشبكة فيك من هون تلغية زلدق تلغية تضع هون صفر او انت مخير تضع او تلغية فيك هون تضع علامة مائية اللي هي مثلاً السعر وانت شو فاطح تمام هون فيك تكبر الناس في هاي الامور مثلاً هايك الشارت صار عندي انضف بشكل رهيب تم يا اخوان كل شي بتشتغل على تشتغل هون بهي الطريقة مثلاً انا اخترت هاي المنطقة مثلاً فيني حط هاي اضغط shift يعني نفسها هي مثلاً اختار الالوان من هون اي ان كان عدل عليه بالشي اللي بدي اياه تمام يا اخوان بهذا الشكل من هون ان الحساب عندنا السيولة النقدية هون ادي معي في رصيدي الحساب الهامش الحر كمان ادي عندي خلينا نحكي ممكن الرصيد سيولة نقضي الهامش اللي هو المارجن اللي ما نكون فاتح صفقة وعطيني هون الرافعة المالية ادي هون عطيني سرعة التنفيذ والاتصال بالانترنت انه مستقر والبنك جيد من هون فيني ضيف مؤشرات مؤشرات الموجودة مووينج افريج الماكد متوسطات اي ام اي ايا كان يعني موجود الارس اي الماكد الاستوكاستيك الاساسيات اللي نستخدمه في نحن نعمل مثلا مثلا يا اخوان هي ميزة طبعا موجودة على حصرا بشكل مدفوع موجودة على مجانا هي ممتازة جدا اخوة يا اخوان مثلا بختار في المكان اللي بدي اياه وبقدر اعمل اا في هذا الشكل ماشي السعر معي باي اي شكل هاي ميزة جدا جدا رهيبة بالنسبة لا اكسنس عندي هون هاي المنطقة نموزج المؤشر بحفظ هذا السيم اللي انا عملته مثلا بحفظه مثلا ايا كان بهذا الشكل خلاص حفظته انا هون الشموع عندي جميع اشكال الشموع اه هاي كناشي الشموع مفرغة شموع مثلا هي اخوة يا اخوان الشموع ما ضلت مفرغة من الوسط تختاروها بهذا الشكل ميزات جدا جدا رهيبة في منصة اكسنس وطبعا لح تتطور اكتر واكتر باذن الله في الاشهر والايام القادمة باذن الله في تطور كتير جاي كمان على المنصة وكتير شغلات منكم تفيدكن كمعكم احمد و السلام عليكم